في هذه القاعة المغلقة بمجلس الشيوخ الأمريكي كان اليمن حاضراً في واحدة من أكثر المعارك شراسة والتي يخوضها الكونغرس الأمريكي بمجلسيه ضد البيت الأبيض ففي خطوة وصفت بالتاريخية صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 صوتاً لإنهاء الدعم العسكري للحرب التي يخوضها التحالف العسكري السعودي الإماراتي في اليمن إجراء هو الأول من نوعه الذي يؤيد فيه أحد مجلسي الكونغرس سحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية خارجية بموجب قانون صلاحية الحرب الذي أقرى عام 1973 إبان الحرب الأمريكية الفتنمية المجلس ذاته اعتمد مشروع قرار آخر يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص مسؤول عن مقتله وعلى الرغم من أن قيمة هذين المشروعين تبقى رمزية ما لم يتم اعتمادهما من جانب مجلس النواب والمصادقة عليهم من جانب الرئيس إلا أنهما يضعان المزيد من التحديات أمام إدارة ترامب التي أعلنت مرارا استمرارها في دعم السعودية وضمان أن تنتهي الحرب الدائرة في اليمن بإنهاء التهديدات لكل من السعودية والإمارات والآتية من هذا البلد صاد المواجهة الأمريكية الداخلية تردد في ستوكهولم وترك آثاره السيئة على مجريات المشاورات فقد مارست الإدارة الأمريكية على ما يبدو ضغطا على الرياض وأبو ضبي من أجل حمل الحكومة على القبول باتفاق ضلت ترفضه طيلة أيام المشاورات فمضمون ما يعرف باتفاق السويد خصوصا ما يتعلق منه بالحديدة قد عكس بنظر المراقبين حاجة البيت الأبيض إلى إنجاز شيء ما يتعلق بالتهديئة في اليمن لكن ذلك وفقا لهؤلاء المراقبين أبقى مدينة الحديدة تحت السيطرة الأمنية المدنية لميليشيا الحوثي وأخرج الحكومة تماما من هذه المحافظة التدخل العسكري السعودي في اليمن موعود بالمزيد من التحديات والمتاعب التي تنذر بتحولات خطيرة قد تقوض أهداف هذا التدخل بعد أن أغرقت الرياض دورها في اليمن عبر سياسة لم تعد تفرق بين الحلفاء والأصدقاء وبعد أن اعتمدت أيديولوجية أبو ضبي السيئة التي أحالت المعركة حربا شاملة على حاضر اليمنيين ومستقبلهم لا لمساعدتهم على مواجهة الإنقلاب